قادة الأحزاب السياسية والقوائم الحرة أو ممثليهم مدعوون بعد غاد السبت لحضور عملية القرعة المتعلقة بالترقيم الوطني الموحد لفائدة قوائم المترشحين بمقر مداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر العاصمة تحت إشرافه رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال نهار السبت تكون على مستوى الهيئة العليا لترقى السياسي دربال تكون هنا نهار السبت مدوامات هيئة دربال عبر ولايات الوطن شهدت هذا الخميس عمليات قرعة لاختيار المواقع الإشهارية وترتيب أوراق المترشحين بمكاتب التصويت بحضور متصدري القوائم وحضرت الشرق نيوز مجريات العملية بالعاصمة جو مليح ديمقراطي شفاف بحضور وسائل الإعلام ومثل الأحزاب ونحن أطحنا الرقم 15 إن شاء الله تفعله خير نحن راضيين حتى بحضنا في الأرقام وكان هو رقم خمسة هذا يسهل علينا عملية ترسيخ هذا الرقم في أدهان الناخبين الأرقام هذه التنوية هي أنا اعتقادي أن مصداقية الناس هي اللي راح تخلي الناس يعرفوا من هو هذا أو ذاك مسألة اختيار الرقم الوطني لقوائم المترشحين كانت محل مراسلات عدة من قبل الأحزاب وجهت إلى هيئة مراقبة الانتخابات قصد التسريع في عملية القرعة لتمكينهم من طبع أوراق التصويت والملصقات الإشهرية عشية انطلاق الحملة الانتخابية